هلو يا حلوين ازايكم اخبركم ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد مع بعض النهاردة هنعمل كاندل التشيز كيك الامر دي بصراحة حبيتها اوي 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 دي كاندل بريحة الفراولة وكريمة الافوكادو والفراولة ويبسكودة اللوتس اللي فوق من الفانيلا الفانيلا الاخيرة اللي انا جبتها دي بصراحة رحتها فضيعة ايه جربوها تعجبكو اوي عندي الجار بتاعي انا حبيت الجار ده ايه شبه الفعل اللي بنجي فيه تشيز كيك وحاجات من طول الحلويات بصراحة حلوة اوي ايه ركبت لها اتنين فتيل ايه الفتيل اللي عملته معاكو في الفيديو اللي فات ومتشمع وركبنا له القاعدة وكل حاجة عماناها احنا بقدينا عندي البسكويت ده ايه دي الشامع عادي الشامع الصيوية. بتاع الاوالب اللي انا بستخدمه عادي وفردته وبعدين قلبته كده لحد لما تقصر معي هعمله فيديو مخصوص انا مصوره له فيديو مخصوص هنزله لكم ان شاء الله بجده هيبقى حلو جدا وبيبقى حلو قوي نعمل جار بحاجة بسيطة بس بصراحة بيدي شكل حلو قوي وهو بيسيح بيكون امر قوي وعندي بقى الكريمة الكريمة كنت عمل لكم فيديو الكريمة الواحده انا بس ما كنتش عارفة اصور وانا بحط الكريمة حبيت ان انا بس اعملها ببرا الكاميرا عشان عارف امسك الجار كويس لاني كانت بعيدة عن ايدي حطيت اتنين فراغلة كده مع الجار فوق الكريمة وبعدين حطيت البسكويت عليها تاني لها الكسرات الشامعة كده ترقيتها سهلة قوي هعملها لكم فيديو باذن الله هنزله لكم باذن الله ايه تمام انا اعملت الجار بتاعي كده ايه بكمية كويسة الكمية دي حوالي كانت البسكويت بس حوالي خمسين جرام ايه بس بتعمل معايا كمية حلوة قوي وبعدين حطيت الكريمة على الوش تاني ايه بعد ما خلصت راس البسكويت ايه الجار ده بحب احط في اتنين فتيل عشان السطح الكاندل يسيح معايا بطريقة مزبوطة هنا بقى اغيرت قومع الشامع ايه الكريمة علشان اعرف اعمل روزيتات كده تمام عملتها روزيتات كريمة وبعدين زي انتهى بسكويتة لوتس ايه فراولة ايه فراولة حطيت جليتر حطي زي كسارات تاني من الكاندل ايه زي ما تحبي التزويق ده بيكون زوقيا كده بتاعك ايه انا بقى حطيت برضو حطيت كريمة حطيت تاني جليتر ايه بنك ايه ايه جليتر فضي جليتر دهبي ايه كل الحاجات دي عطت في الاخر شكل حلو قوي بس انا برضو زودت لها وردة كده معاها اعطت شكل حلو جدا يارب يكون عجبتكم ويستنوا بقى شكلها النهائي في اخر الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب بامارات وتعملوا شير لكل اصحابكم اللي بيحبوا مجالي الشموع ايه رأيكم بقى ايه رأيكم بعد ما خلصت بس عاوز اقولكم حاجة ان كريمة الصوية بتحب بس ان انت تحطيها في مكان برد في الجو الحر اللي احنا في ده تفتح عليها مروحة ايه تحطيها في تكيف لكن ما تحطيش في التلاجة ما بفضلش كده خالص ان انت تحطيها في التلاجة وده بقى شكلها النهائي ورباط الروباط اللي هو الخيش ده على الجار وبقى شكلها النهائي باي باي امارات ترجمة نانسي قنقر